السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناة موزيوم ريك روشي ان شاء الله في حلقة النهاردة هنشتغل مع بعض الشنطة الجميلة دي بطريقة سهلة جدا وبسيطة كنا اشتغلنا قبل كده على القناة الشنطة الزرقى لصورتها على الشاشة دلوقتي بنفس الطريقة مع اختلافات بسيطة لو حابين تشوف الفيديو بتاعها سيب لكم اللينك في صندوق الوصف تحت الفيديو ده ولو بصيت قدامكم على الشاشة دلوقتي هتلاقوا مكتوب طريقة عمل الشنطة الزرقى هتضغطوا عليها دخلكوا على طول على طريقة عمل الشنطة الزرقى اتمنى ربنا يوفقني والفيديو النهاردة ويعجبكوا تستفادوا منه لو عجبكوا الفيديو عملولوا لايك وشير وقلولوا رأيكم في التعليقات ولو لسه اول مرة بتشوفوني وحابين تتابعوني يسعدني اشترككم في القناة فاشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد انا بعمله ويلا بينا على طول نروح على الشرح ونشوفها نشتغل ازاي انا هشتغل بخيط مكرمية مصري متوسط السمك وابرة رقم خمسة مليمتر تقدر تشتغلوا نفس الشنطة باي نوع خيط يكون مناسب للشنط مع الابرة المناسبة لي وتشتغلوا بنفس الطريقة اللي انا هشتغل بيها معاكم النهاردة وتقدروا كمان تتحكموا في المقسات تكبروا او تصغروا حسب المقسات اللي انتوا عايزينها هبدأ بسم الله بعمل عقدة البداية وهشتغل خمستاشر سلسلة الخمستاشر سلسلة مقاسهم 13 سنتي بعد كده بارتفع سلسلة وبحسبها ارتفاع لغرز الحشو اللي انا هشتغلها وبسيبها وبرجع على الخمستاشر سلسلة اللي قبلها وبشتغل خمستاشر غرزة حشو اول سطر هشتغله في حلقة ضهر السلسلة بسيب حرف الفي وبقلب وبشتغل اول سطر في الحلقة اللي ورا معي لفة على الابرة بفوت اخر سلسلة لهي الارتفاع وبدخل في اللي قبلها بسحب الخيط بقى معي لفتين على الابرة بسحب وبطلع من اللفتين بقرر على كل السلاسل وصلت اخر سلسلة عايزة انضف خط البداية معي بدخل في اخر سلسلة بسحب الخيط بقى معي لفتين على الابرة قبل ما قفل غرزة الحشو الاخيرة باعدي طرف الخيط ناحية الخلف وبقفل عليه غرزة الحشو كده انا اشتغلت اول سطر خمستاشر غرزة حشو هبدأ السطر التاني بارتفع سلسلة بس قبل ما ارتفع السلسلة باعدي طرف الخيط ناحية الامام مرة تانية وبقفل عليه سلسلة الارتفاع بلف الشغل بتاعي وبشتغل في كل غرزة غرزة وباخد طرف الخيط بتاع البداية معي عشان اشتغل عليه غرز الحشو بدخل في اول غرزة تحت الحلقتين يعني تحت حرف الفي في الغرزة كلها وبشتغل اول غرزة في السطر التاني وبكرر على كل الغرز لحد ما اوصل لاخر السطر كده انا نضفت خيط البداية واشتغلت سطرين على الخمستاشر سلسلة اللي انا بدأت بيهم بارتفع كمان عشر سطور عشان اكملهم اتناشر سطر بنفس الطريقة بارتفع سلسلة وبلف الشغل وبشتغل في كل غرزة غرزة لحد ما اوصل لاخر السطر التالت بارتفع سلسلة وابدأ السطر الرابع وهكذا وبكرر لحد ما اوصل لعدد السطور يبقى معي اتناشر سطر انا كده ارتفعت اتناشر سطر من غرز الحشو على الخمستاشر سلسلة اللي انا بدأت بيهم بقى الشكل زي ما انتوا شايفين هقول لكم المقاسات كم سانتي مقاس العرض اربعتاشر سانتي ومقاس الارتفاع حداشر سانتي بعد كده هشتغل اطار من غرز الحشو على التالت اضلاع دول كده لحد ما اوصل لهنا نخلي بالنا بدخل تحت حرف الفي بتاع غرزة الحشو الاخيرة في الجنب ده كده في اخر سطر برايح الخيط شوية وبدخل كده تحت حرف الفي وبسحب الخيط وبشتغل اول غرزة حشو بنزل السطر اللي قبله هنا كده وبشتغل غرزة حشو السطر اللي قبله ما بدخلش هنا في الفتحة دي بدخل تحت لفتين بس من الخيط تحت حلقتين وبشتغل غرزة حشو وبكرر قصود كل سطر بشتغل غرزة وصلت هنا عندي الغرزة اللي في الزاوية اللي هي في سلسلة البداية هشتغل فيها غرزتين حشو بعد كده هرجع على الجنب التاني بشتغل في كل غرزة غرزة واحدة لحد ما وصل الغرزة اللي في الزاوية التانية بشتغل فيها غرزتين حشو وبلفه وبشتغل على الجنب التالت كل سطر بشتغل قصود غرزة حشو لحد ما وصل عند آخر غرزة وصلت عند آخر غرزة في البرواز هشتغلها معاكو بدخل تحت حرف الفي بتاع اول غرزة في الجنب ده هنا كده وبسحب الخيط وبشتغل آخر غرزة حشو ده شكل القطعة اللي انا اشتغلتها هقص الخيط وهنضف الخيط الزيادة اشتغل اشتغل كده انا اشتغلت اول قطعة من الشنطة عايزة اقول لكم ان عدد الغرز في البرواز اللي انا اشتغلته عايزة اقول لكم ان عدد الغرز في البرواز اللي انا اشتغلتها على ثلاث اضلاع واحد واربعين غرزة حشو هقول لكم بردو المقاسات بعد ما اشتغلنا البرواز كام سنطي مقاس العرض خمستاشر سنطي والارتفاع حداشر سنطي ونص هشتغل القطعة التانية بنفس الطريقة وبنفس عدد السطور وعدد الغرز وهشتغل برضو عليها البرواز على الثلاث اضلاع بس مش هقص الخيط عشان هشبك بيه القطعتين مع بعض هخلط الجزء التاني او القطعة التانية وارجع لكم تاني خلاص كده انا اشتغلت الجزء التاني من الشنطة بقى عند قطعتين قد بعض بالزبط نفس المقاسات ونفس عدد السطور وعدد الغرز هبدأ اشبك القطعتين ببعض عشان اكون الجوانب بتاعة الشنطة نخلي بالنا هرتفع هنا كده 14 سلسلة هقول لكم مقاسهم كام سانتي عشان لو حابين تكبروا الجوانب او تصغروها اتناشر سنطة بالزبط بعد كده بجيب القطعتين وبخلي وش الشغل فوق كده ده وش الشغل فوق ناحية فوق وهبدأ اشبك الجنبين ببعض نخلي بالنا من طريقة التشبيك بجيب القطع دي كده وبدخل بخلي الخيط تحت بدخل من فوق فاول غرزة تحت حرف ال V وبسحب الخيط من تحت بعديه فوق كده وبعد كده بسحبه من اللفة اللي كانت على الابرة بعمل منزلقة كده انا اشتغلت منزلقة وربطت بيها القطعتين ببعض بعد كده بعد الجزء ده كده وبجيب الخيط من تحت وبرتفع سلسلة وبروح على ال 14 سلسلة اللي انا اشتغلتهم وبشتغل عليهم في بداية السطر 3 غرز منزلقة وبعدهم في المنتصف 8 غرز حشو وفي اخر السطر 3 غرز منزلقة بعد ما ارتفعت سلسلة بسيب الارتفاع وبسيب المنزلقة اللي انا ربطت بيها القطعتين مع بعض وبروح على ال 14 سلسلة وبقلب السلسلة كده وهشتغل اول سطر في حلقة ضهر السلسلة زي ما عملت في سلسلة البداية بتاعة القطعتين بالزبط بدخل هنا كده في اول غرزة واشتغل منزلقة اول غرزة منزلقة الغرزة التانية منزلقة والغرزة التالتة منزلقة بعد كده باشتغل تمن غرز حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية فاضل عندي اخر تلات سلاسل هشتغل فيهم تلات غرز منزلقة واحد اتنين تلاتة بقلب القطعة دي كده ده وش الشغل فوق وبخلي الخيط تحت وبدخل في الغرزة التانية تحت حرف الفي من فوق بدخل من فوق من وش الشغل تحت حرف الفي وباسحب الخيط وبطلع بيه فوق كده وبعد كده باسحبه من اللفة اللي كانت على الابرة يعني بعمل منزلقة هبدأ السطر التاني بارتفع سلسلة ما ننساش الارتفاع في بداية كل سطر وباسيب الارتفاع وباسيب المنزلقة اللي انا قفلت بيها وبروح على الاربعتشر غرزة اللي عندي وباشتغل تلات غرز منزلقة وبعدهم في المنتصف تمن غرز حشو وفي اخر السطر تلات غرز منزلقة والشغل كله بعد كده بداية من السطر اللي انا هشتغله ده اللي هو السطر التاني هيكون في الحلقة الخلفية باسيب الارتفاع والمنزلقة وبدخل في اول غرزة من الاربعتاشر. عندي حرف اهو بتاع غرزة الحشو. بدخل في منتصف حرف تحت اللفة الخلفية وبشتغل اول غرزة منزلقة. الغرزة التانية منزلقة. والتالتة منزلقة. بعد كده بشتغل تمن غرز حشو في المنتصف. كل شغلي هيبقى كده. كل شغلي بعد كده هيكون في الحلقة الخلفية. كده اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. وصلت اخر تلت غرز بشتغل فيهم تلاتة منزلقة. اول واحدة منزلقة. التانية منزلقة. والتالتة والاخيرة منزلقة. بعد كده بروح على القطعة دي في الغرزة التانية تحت شايفين بدخل من فوق من وش الشغل تحت حرف الفي. كل الشغل هيبقى تحت حرف الفي في البرواز اللي انا اشتغلته على التلات جوانب. وبسحب الخيط من تحت. وبعمل منزلقة. اللفل على الابرة. بارتفع سلسلة وهبدأ السطر التالت وبلف الشغل بتاعي. وبروح على الاربعتاشر غرزة وبشتغل بنفس الطريقة. تلاتة منزلقة. وتمانية حشو وتلاتة منزلقة. والشغل كله في الحلقة الخلفية. اول غرزة بدخل في منتصف حرف الفي بسحب الخيط وبعمل منزلقة. الغرزة التانية منزلقة. التالتة منزلقة. وبعد كده بشتغل في منتصف تمن غرز حشو. وصلت اخر تلات غرز بشتغل فيهم تلاتة منزلقة. بقلب القطع دي كده وبخلي وش الشغل فوق وبسحب الخيط ناحية تحت وبدخل في الغرزة اللي عليها الدور من فوق تحت حرف الفي بسحب الخيط بطلع بيه فوق كده على وش الشغل وبعمل منزلقة. بارتفع سلسلة وهبدأ السطر الرابع. بسيب الارتفاع وبسيب المنزلقة اللي انا اقفلت بيها. وبروح على اول غرزة من الاربعتاشر وبشتغل تلاتة منزلقة. منزلقة في اول غرزة. الغرزة التانية برضو منزلقة. والتالتة منزلقة. بعد كده بشتغل تمانية حشو. اخر تلات غرز في السطر بشتغل فيهم منزلقة. تلاتة منزلقة واحد. اتنين. تلاتة. بعد كده بروح على الغرزة اللي عليها الدور. وش الشغل فوق. بدخل من فوق تحت حرف الفي. بسحب الخيط من تحت. وبعد كده بسحبه من اللفة اللي على الابرة. بعمل منزلقة. بارتفع سلسلة. وبلف الشغل وهبدأ السطر اللي بعد كده. هشتغل معاكو كمان سطرين من غير صوت. اول تلات غرز منزلقة. اشتغل معاكو كمان سطرين من غير صوت. اول تلات غرز منزلقة. اشتغل معاكو كمان سطرين من غير صوت. اول تلات 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 غير صوت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الغرز كلها بتاعة التلات جوانب اللي انا بروزتهم بغرز الحشو باشتغل في اول السطر تلاتة منزلقة في المنتصف بعدهم تمن غرز حشو وفي اخر السطر تلات غرز منزلقة وشغل كلها هيكون في الحلقة الخلفية ونخلي بقى انا من قفلة السطور بقى فيل بمنزلقة من فوق تحت حرف الفي وبرتفع سلسلة في بداية السطر هكمل لحد ما وصل هكمل كده على البرواس كله لحد ما وصل للجنب التاني هنا كده وصلت هنا عند اخر غرزة في الجنب التاني بقى الشكل زي ما انتم شايفين شكلها جميل جدا بعد كده هشتغل غرز منزلقة على الفتحة بتاعة الشنطة كلها لحد ما وصل لنقطة البداية معي لف على الابرة بدخل هنا تحت حرف الفي بتاع اول غرزة في القطعة الامامية وبسحب الخيط وبعد كده بسحبه من اللفة اللي على الابرة وبكرر على كل الغرز هكمل بنفس الطريقة لحد ما وصل لنقطة البداية وصلت عند نقطة البداية هشتغل اخر غرزة منزلقة بعد كده هقص الخيط وهقفل الشغل بتاعي بسحب الخيط من اخر غرزة من منتصف حرف الفي محال دمه في ابريتة تاندیغ محال دمه في ابريتة تاندیغ بفوت اول غرزة منزلقة انا بدأت بيها وبعد من تحت حرف الفي من الغرزة التانية وبعد كده برجع لاخر غرزة بدخل من منتصف حرف الفي وبعد دي الخيط جوه الشنطة بقى الشكل كده كأن ما فيش قفلات خالص هنضف الخيط الزيادة تحت الغرز من جوه هنضف الجزء ده كده وارجعلكم تاني خلاص كده انا نضفت الخيط الزيادة جوه الشنطة واشتغلت الجزء بتاع القلاب بنفس الطريقة اللي اشتغلت بيها الجزئين الامامي والخلفي الجزئين المربعين بدأت بخمستاشر سلسلة زائت سلسلة ارتفاع وارتفعت عليهم اربعتاشر سطر من غرز الحشو وبعد كده لفيت على القطعة كلها بغرز الحشو لحد ما وصلت لنقطة البداية القلاب هيبقى كده هقول لكم مقساته كم سنتي مقاس العرض تلاتتاشر سنتي والطول اربعتاشر سنتي بعد كده هقص الخيط وهعمل حسابي في حوالي خمسين سنتي من الخيط عشان هشبك بيهم القلاب في الشنطة بسحب الخيط من اخر غرزة هشبك بغرزة المنزلقة بابرة الكرشي طبعا لو حابين تخيطوه بابرة التنظيف الطريقة الاسهل ديكم استخدموها طبعا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واشتغلت كمان الايد الصغيرة دي بغرزة حبل اللي سير روماني شكلها جميل جدا زي ما انتم شايفين وطريقة كمان سهلة جدا لو عايزين تعرفوا الطريقة بتاعتها هتبصوا قدامكم على الشاشة دلوقتي هتلاقوا مكتوب طريقة عمل ايد الشنطة هتضغطوا عليه هدخلكوا على طول على الفيديو بتاع طريقة عمل حبل اللي سير روماني بكل تفاصيله لو حابين تشتغلوها انا اشتغلتها على ثلاث فتلات عشان تبقى ساميكة شوية هيبقى شكلها كده طبعا ممكن تركبوها كمان في القلاب حسب ما انتم عايزين بكده نكون خلصنا حلقة النهاردة اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكوا تكونوا استفدتوا منه لو عجبكوا الفيديو عملولوا لايك وشير وقولولي رأيكم في التعليقات ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار بأي فيديو جديد انا بعمله وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة